على وقع التغيرات العسكرية والسياسية المتسارعة يبدو المبعوث الأممي والد الشيخ جولته الجديدة للمنطقة ووفق مصادر دبلوماسية فإن المبعوث الأممي سينطلق من الرياض لزيارة صنعاء وعدة دول خليجية في جولة تهدف لإحياء مفاوضات سلام متعثرة منذ نهاية العام الماضي كان والد الشيخ قد فشل بعقد لقاء مع الرئيس هادي نهاية مارس الماضي بالرياض على خلفية بنود خطة السلام التي تطيح بصلاحيات هادي بينما لم يتمكن من إقناع وفد الإنقلاب بإبداء حتى حسن نية تجاه عملية السلام مراقبون يرون أن التحركات الأممية الجديدة ترمي لعرقلة تحرير الحديدة مستندين إلى تصريحات لولد الشيخ نهاية أبريل الماضي أكد فيها سعيه لإجراء محادثات توقف مخاطر تحرير ميناء الحديدة تحركات المبعوث الأممي تتزامن مع تأكيد وزير الخارجية عبد الملك المخلافي الرغبة بالعودة للمفاوضات السلام رغم ما أسماه رغبة الإنقلابيين الاستمرار في الحرب وتراهن الأمم المتحدة للضغط على الشرعية كما يقول محللون على ورقة المساعدات التي عقدت من أجلها مؤتمرا دوليا نهاية أبريل الماضي بينما يؤكد آخرون أن ولد الشيخ قد يستخدم ورقة تحرير ميناء الحديدة للضغط على وفد الإنقلاب بحسب مصادر إعلامية يرغب ولد الشيخ بتوقيع اتفاق سلام نهاية مايو الحالي لكن تساؤل اليمني يبقى بلا إجابة هل ستنجح الأمم المتحدة هذه المرة في فتح نوافذ أمل لغرف سياسية مظلمة أوصدت أبوابها الحرب وأغلق نوافذها تعنت الانقلابين